بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 تابع الواحدة الخمسة الموازنة المرنة وتحليل الإنحرافات في السابق انتهينا من التحليل الشامل لإنحرافات التكاليف الصناعية غير المباشرة أو الإضافية سواء صناي أو سلاسي والآن نبدأ مع التحليل التفصيلي لإنحرافات التكاليف الإضافية يقوم على إعداد الإنحرافات للتكاليف المتغيرة وحدها والسبتة وحدها يبقى كل وحدة لوحدها يبقى عند الإنحرافات التكاليف المتغيرة بعمل لها إنحرافين إنحراف إنفاق وإنحراف كفاءة والسبتة بعمل لها إنحرافين إنحراف إنفاق وإنحراف حجم لاحظنا دايما أن الحجم يجي لما يكون فيه تكاليف سبتة تحليل الإنحرافات الإضافية المتغيرة نبدأ بالمتغيرة بجيب الانحراف الإجمالي التكلفة الإضافية المتغيرة الفعلية ندي بقى صفة المتغيرة ناقص التكلفة الإضافية المتغيرة المعيارية للمخرجات ويحلل هذا الانحراف الإجمالي إلى انحراف إنفاق وانحراف كفاءة انحراف الإنفاق اللي هو التكلفة الإضافية المتغيرة الفعلية ناقص التكلفة المتغيرة المعيارية يبقى فعلية ناقص معيارية مدخلات معيارية مدخلات طب انحراف الكفاءة التكلفة المتغيرة المعيارية للمدخلات ناقص المخرجات لو جمعنا نتنظر مع بعض مجموحهم لازم يرجعك للانحراف الإجمال مجموحهم يرجعك للانحراف الإجمال طب نشوف كده التكلفة المتغيرة المعيارية للمدخلات كانت بالسالب هنا لو جمعنا تروح معها هنا بالموجب يتبقى لي برضو ايه تكلفة إضافية متغيرة فعالية اللي هي دي ناقص تكلفة متغيرة معيارية للمخرجات اللي هي دي مع ملاحظة برضو ايه كمان هل من بأن التكلفة المتغيرة المعيارية للمدخلات تسمى الموازنة المارنة مدخلات والتكلفة المتغيرة المعيارية للمخرجات تسمى الموازنة المارنة للمخرجات مع ملاحظة أن التكلفة المتغيرة المعيارية للمدخلات بتسوي إيه بقى؟ ساعات التشغيل الفائلي في معدل تحميل متغير كله هنا متغير في التكلفة المتغيرة بس طيب التكلفة المتغيرة للمخرجات ساعات معير الوحدة في الانتاج الفائلي في معدل تحميل متغير